نشاط مكثف واهتمام صادق ومستمر من مصر تجاه القارة الإفريقية خاصة منذ تولي رئيس السيسيا السلطة وتبلور ذلك مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019 ورئاسة تجمع الكوميسا لمدة عامين وصولاً إلى تسلم مصر رئاسة الوكالة الإفريقية للتنمية النباد خلال العامين القادمين فالدولة المصرية تعد إحدى الدول المؤسسة للنباد التي تعد الذراع التنموية للاتحاد الإفريقي وتضم اللجنة التوجهية لرؤساء دول وحكومات نباد في عضويتها 33 دولة فضلاً أنها تمثل المحفل السياسي المفوض بمتابعة تنفيذ أهداف النباد خاصة في عدد من المجالات ويشكل ترأس مصر للوكالة متغيراً مهماً فإن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتحديد أولوياتها لرئاسة الوكالة للدفع بأولويات القارة والتي تتمثل في حجد التمويل الدولي لمشروعات التنمية والقضاء على الفقر فضلاً عن تحقيق أجندة إفريقيا الفين وثلاثة وستين وكذلك تعزيز جهود الإصراع في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية اتساقاً مع موضوع العام للاتحاد الإفريقي يأتي ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الدولية الراهنة التي تقود جهود التنمية في القارة الإفريقية حيث تسعى مصر لإيجاد موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية وبذل الجهود مع شركاء القارة من أجل حل أزمة الديون المتراكمة بما يمكن القارة من استعادة وطيرة التعافي الاقتصادية وغير النباد سعت مصر لتعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية والتي ستظل نسبتها منخفضة بالنسبة لإجمالي حجم التجارة العالمية من خارج القارة ومن هنا جاءت أهمية منطقة التجارة الحرة بالقارة الإفريقية والتي تهدف إلى إنشاء سوق إفريقي واحد للسلع والخدمات وتسهيل حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار لتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز وتحقيق تنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة والمساواة بين الجنسين والتصنيع والتنمية الزراعية والأمن الغذائي وتشدد مصر على أن هذه المنطقة المستهدفة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم إذ تضم خمسا وخمسين دولة من أعضاء الاتحاد الإفريقية وثماني مجموعات اقتصادية إقليمية وتسعى إلى إنشاء سوق قاري واحد يبلغ عدد سكانه مليار وثلاثمائة مليون نسمة بإجمالي ناتج محلي ثلاثة ترليونات وأربعمائة مليون دولار كما ستسهم المنطقة إلى تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية في المنطقة وزيادة الاستثمارات وتعزيز فرص العمل وتعزيز التصنيع المشترك بالتالي رفعوا القدرة التنافسية لإفريقيا على المدى المتوسط إلى الطويل ما يعزز من إمكانيات وقدرات القارة السمراء ويجعلها وجهة استثمارية للعالم أجمع إلى ملف الانتخابات الرئاسية